سنتابع المزيد من التفاصيل وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد المهدي يعني تابعنا هذه الادعاءات الإسرائيلية فيما يخص دخول المساعدات من معبر رفح إسرائيل تدعي أنها لا تملك أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة تدعي أنها لا تقوم بأي إجراءات لها علاقة بإدخال المساعدات يعني تنص الكامل إسرائيلي من التعنط الواضح في دخول المساعدات كيف تابعت هذه الادعاءات بعد يعني كل هذه الشهور التي مرت مئة يوم من الحرب أستاذ عبد المهدي يعني أولا إسرائيل تدرك فتاة فداحة الجريمة التي قامت بها وهي استخدام الغزاء كسلاح في هذه الحرب بحيث جوعت عن عمل الشعب الفلسطيني من أجل الضغط عليه بشكل أكبر وربما لعلمها أنه لا يمكن بها أن تصنب هذه الجريمة بدأت في محاولة إبعاد التهمة عنها وألقت التهمة على مصر تهدف في ذلك بهدف رأيدي وهو إطالة أمد المحاكمات أو المداولات أنه مصر سوف ترد بشكل قانوني على هذه الادعاءات عبر الطرق الدرماسية وبالتالي ستلتأجيل النظر في هذه الجريمة أو اتخاذ أي قرارات في هذا الناحية حتى كمال الدفاع مصر عن نفسها في هذا الإطار لكن على المستوى الإعلامي أولا إسرائيل تتحكم في كل شيء يدخل إلى قطاع غزة ليس فقط من يوم السبع أكتوبر ولكن حتى تصدق هذا يوم السبع أكتوبر لأسباب كثيرة أنه في خلال السنوات الماضية كان هناك رغبة من بعض قيادات الفصائل بالدخول إلى غزة ولم تسمح إسرائيل بذلك نهائيا وهدزت في اغتيالهم وبالفعل لم يصلوا قطاع غزة جانب جانب الآخر أنه منذ بداية الحرب وحرب العبادة التي تشن وكانت هناك تصريحات أهمها تصريح إسرائيل كات وزير النقل الإسرائيلي الذي قال أنه لن يكون هناك إدخال لا للغذاء ولا للأجلية ولا لأي مواد يمكن استخدامها إلا بعد بدون مقابل إلا بعد أن يتم الإفراج عن الأسر الموجودين في غزة الجانب الآخر في بداية الحرب قصفت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر مرتين ليس مرة واحدة يعني الرئيس سيسي قال في مؤتمر دعم فلسطين أن المعبر لم يغلق أبدا وقصفه رغم أنه قصفه أربع مرات نعم هذا الجانب الجانب الآخر هو أن إسرائيل تخدمت المساعدات الإنسانية كورقة مساومة في صفقة الهدنة التي تمت إذا لم تكن هي من تتحكم في إدخال المساعدات فكيف تستخدمها كورقة وتفاوض عليها وعلى أساسها هذا الجانب الجانب الآخر أنه مصر لإجبار إسرائيل على يخول المساعدات منعت مزدوجة جنسية من الخروج إلا بعد إدخال المساعدات يعني أيضا السعيد تتحكم في دخول المساعدات وهذا الذي جعل الإدارة الأمريكية وبعض السؤال ممن لهم رعاية مزدوجة جنسية كانوا في قطاع غزة إلى الضغط على إسرائيل للقبون بخروج مزدوجة جنسية مصابل إدخال المساعدات إضافة إلى ذلك أنه كل الجولات التي قام بها الزيارات الخمسة تقريبا التي قام بها بلينكين إلى المنطقة كان يتفاخر بأنه ضغط على إسرائيل لزيادة عدد الشاحنات التي يسمح لها بالدخول للقطاع غزة كمساعدات إنسانية يعني كان فيه احتفاء أستاذ عبد المهدي بآخر قرار خرج من مجلس الأمن بأنه يتيح وطيرة أسرع لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع حتى المنظمات الأممية كان فيه سعي منها لتنفيذ هذا القرار يعني بالتعامل مع هذا التعنت الإسرائيلي فكل هذه الدلائل ولا تزال إسرائيل تقول وتروج لهذه الادعاءات يعني إسرائيل تتعمد هي تزيد تخدام التعلم تتعمد في محاولة غشل نفسها من هذه الجريمة لكن هي تدرك تماما أنها لا تستطيع إثبات ادعائها في محكمة أو في أي مناظرة قانونية أو سياسية لكن هي تتعمد هذا القول لتبرئة نفسها وخلق جدل حقيقي بعيدا عن الجريمة التي تقوم بها فعليا في قطاع غزة هناك أكثر من 1.9 مليون نسمة فلسطينية موجودين في قطاع غزة يعانون من التجويع حتى أنه في تقارير الأمم المتحدة تم إثبات ذلك في مكارث الغوصف في اللاجئين الأمم أثبتت ذلك وهذا لم يعد أمرا يمكن إخفاه وبالتالي هذه الجريمة واقعة وقوعا واضحا على إسرائيل ولا تستطيع التنصل منها لكن أعتقد أنه هي مناورة لا أكثر ولا أقل لتخفيف الضغط على إسرائيل لأنه أول مرة إسرائيل يتم وضعها في قفص الابتهام أمام العالم وأمام أخطر جريمة يمكن أن تحاكم عليها نعم جريمة الإبادة الجماعية نعم أنا بشكرك نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا على هذه المشاركة